وبالتزامني مع أزيارة قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إن اللقاء الرباعي في الحنانة يهدف إلى إيصال مبادرة تكون نتائجها إيجابية في مصلحة العراقي وجميع مكوناته بارزاني ذكر في بيان أنه طرح مبادرة سياسية لحل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق وبين أنه في سياق هذه المبادرة اقترح أن يقوم رئيس أقليم كردستاني جرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بزيارة زعيم التيار الصدري والتشاور معه حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل وكان القياد في الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم كرم قال إن مبادرة الزعيم بارزاني تؤكد أن القرار لا يزال عراقيا وسيظل عراقيا وقطويت صفحة تدخلات الخارجية والحل يأتي من الداخل ترجمة نانسي قنقر